خرج آلاف السودانيين اليوم السبت في احتجاجات شعبية على الأوضاع وسط الخرطوم وأمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية حيث سير المحتجون الموكب الأكبر لهم منذ بداية الاحتجاجات واحتشد المحتجون أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة بالرغم من سريان قانون الطوارئ بالإضافة للانتشار الأمني الكثيف وجاء موكب اليوم 6 أبريل تلبية لدعوات تجمع المهنيين السودانيين بتسير مسيرة مليونية إحياء لذكرى ثورة إبريل المجيدة التي أطاحت بالجنرال النميري في العام 1985 للميلاد ورفع المحتجون شعارات تحث الجيش بالانحياز إلى صف الجماهير ورددوا شعارات باتحاد الجيش مع الشعب ترجمة نانسي قنقر